صباح الخير يعطيكم ألف عافية في نقطة سمعتها اليوم جميلة جدا في أجنبي شاف واحد عربي ما بعرف في إنجليزيا هذا فقال له Welcome فالعربي جاوب عليه قل له Welcome 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 حقكم احنا ترى نكرهكم من زمان الأجنبي فهم انه في شي غلط وانه العربي هذا معصب فقال له Please قل له تحكي وتتعاون معي Please فراح مسك هالشبرية وذبحه في وجهه طبعا هي نكتة لكنها في الواقع حقيقة بتصير في كثير من النقاشات اللي بتصير بأيامنا هذه نقاشاتنا لا تبنى على لغة موحدة لا تبنى على أساسات ولا تبنى على احترام الآخرين احترام الآخرين شيء واجب يا أصدقائي يا أحبائي نحن لم نخلق على هذه الأرض إلا شعوب وقبائل لنتعارف ونتعاون ونتساعد ونفهم بعضنا البعض ليس لا يمكن انك تجد عشرة على رأي واحد صعب جدا لازم نختلف في بعض الأراء ونتعاون في بعض الأراء حتى لو كنت انت الصح والباغي خطأ يجب ان تتفاهم هذا الشيء هذا لا يعني انك تأخذ فرأوا فانت لازم تسمع الأراء جميعا وتوصل لرأي موحد أو توصل لرأي انت في عقلك مقتنع فيه لكن لازم تحترم رأي الآخرين لازم تعرف انه لا يوجد في هذه الأرض شخصيا حتى انت وزوجتك انت وأبنائك دائما في اختلاف ولو بسيط على الأكل على الشرب على اللبس على هذا لكن نحتنم هذا الرأي وندع الخلق للخالق والله أعطيكم العافية